التعداد السكاني في مصر لنصيب الأسد في الحديث وكيفية التعامل مع الزيادة السكانية وإزاي دايما في دعاية وفي حالة من التوعية نشهدها من فترة لفترة للمواطنين بأهمية العمل على انضباط التعداد السكاني في مصر علشان يكون في استفادة من أي شيء بيتم من أي نتائج بنتحدث عنها من مشروعات من اقتصاد بيتقدم من تنمية في المجال العمراني على سبيل المفالي والصحي والتعليمي إلى آخره النهاردة الجهاز المركزي للتعبير العامة والإحصاء كشف عن ارتفاع عدد سكان مصر لتسعة وتسعين مليون نسمة وتلتمية ألف بزيادة قدرت بتلتمية ألف مولود خلال التلت شهور الماضية فقط اللي معنا دلوقتي على الشاشة دي ساعة السكانية اللي بنشوفها وإحنا يعني ماشيين في الشارع أو ساقيين بنشوف طبعا الساعة السكانية موجودة بتتابع وبتباشر التعداد السكاني في مصر معنا دلوقتي على الشاشة محافظة القاهرة محافظة الجيزة محافظة الشرقية محافظة شمال سيناء الساعة السكانية الآن هي اللي معنا دلوقتي حسب توقيت القاهرة بترصد لحضراتكم آخر الأخبار الخاصة بالتعداد السكاني بعد ما تم تسجيل الساعة السكانية لعدد السكان تسع وتسعين مليون نسمة في يونيو الماضي كانت الأخبار الخاصة للجهاز المركزي للتعبئة ووفقا للساعة السكانية التابعة لجهاز الإحصاء جاءت محافظة القاهرة الأعلى في التعداد السكاني وكانت هي في المركز الأول ما بين كل المحافظات في الجمهورية وبلغ 9.878.527 نسمة وبعدها على طول زي ما شوفنا من شوية محافظة الجيزة اللي وصل عدد السكان فيها لتسع مليون و18 ألف نسمة الساعة السكانية بترصد عدد سكان مصر في الداخل لحظيا بحسب طبعا أعداد المواليد والوفايا من خلال أعداد المواليد والوفيات بترصد هذه الساعة السكانية الأخبار لحظة بلحظة عن طريق مكاتب الصحة على مستوى الجمهورية بعد ما يكنتها وربطها بالساعة السكانية في عام 2017